أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين أيماً خليني أبدأ معك بأرقام مصر المقصة طبعاً المقصة الموسم الحالي وفي وضع مش أفضل حاجة بالنسبة له الفريق يعتبر مهدد عندهم مشاكل في بعض المراكز وبعض الأمور المادية هما كانوا تكلموا عنها كتير يمكن مصر المقصة زي ما احنا هنشوفه في المركز الاربعتاشر معاية تمن نقاط من تسع مباريات الفريق حق انتصار وحيد كان على الجونة خسر ثلاث مباريات وتعادل خمس مباريات والخمس مباريات التي تعادلهم كانوا تعادل سلبي الفريق عامل سجل خمس أهداف بس ويعتبر رابع أضعف خط هجوم في الدوري يعني من خطوط الهجوم الضعيفة جداً في الدوري استقبل سبع أهداف الشباكة النظيفة هي ست مباريات من تسعة ولكن منهم خمسة تعادل سلبي فوز وحيد نسبة التمريرات بنتكلم عاملوا 3103 تمريرة في التسع مباريات التمريرات الصحيحة 2192 وبرضو دي نسبة يعني مش أفضل حاجة بالنسبة للمقصة بيفقدوا الكرة تحت ضغط كتير عندهم رقم ان هم الخمس أهداف اللي سجلوهم جابوا منهم هدفين بنتكلم في الدقايي اللي هي ما بين 45 و60 اللي هي الأول ربع ساعة في الشروط التاني وتلات أهداف في آخر ربع ساعة في المباراة فده برضو مؤشر أنه ممكن في بعض الأحيان أنهما في الآخر لو نتيجة مثلاً نتمنى أن النادي الأهلي يعني يكون فائد متقدم بأكتر الهدف لأنه وارد أنهما يعني بيحاولوا في الآخر لهم بيجيبوا طايمينغ بتاعهم في الأهداف تلات أهداف في آخر ربع ساعة فده برضو أنهما يعني بيكملوا للآخر يعني لقابة دانية جيدة يعني آه يعني بنتكلم من خمس أهداف جابين تلاتة في آخر ربع ساعة فده برضو مؤشر لطيف نتمنى أن الأهلي يبقى مركز في الجزء ده يعني تمام أهم نقاط القوة والضعف المنصة كابتن مع الكابتن تامر مصطفى هو مش فريق مش منهار دفاعياً فريق أقوى تالت دفاع على مستوى الدوري استقبل سبع أهداف هو مش منهار دفاعياً الكابتن تامر مصطفى تبنى طريقة لعبة مختلفة تماماً عن الكام مش عليها الكابتن إهاب جلالي المسلم اللي فات هو بيلعب بثلاتة خمسة اتنين أو خمسة تلاتة اتنين ده شكل الفريق هو بيدافع خمس مدافعين تلاتة سنتر باكس وطرفين وتلاتة في نص الملعب واثنين مهاجمين قدام دي طريقة اللعب البناء بالكورة عكس الكابتن إهاب جلال تماماً الكابتن إهاب جلال كان بيلداب على الأرض الكورة دايماً على الأرض مهما يكون الضغط اللي عليها بصر أن الكورة تفضل على الأرض ولكن الكابتن تامر مصطفى لونجبول كورة مع الاتنين سنتر باك أحمد عبد المنعم أو صبيحة صبيحة بيطلع باللونجبول قدام هو ده الطريقة الوحيدة اللي بيبني بها اللعب فريق المقصة دايماً صبيحة اللي هو موجود هنا هو دايماً بيطلع بالكورة لونجبول واحد اتنين لونجبول قدام ده الشكل بتاع المقصة في الخروج بالكورة إيه هي نقاط القوة في فريق المقصة نقاط القوة في أول حاجة فريق المقصة وسط الملعب سيرجي أوريك سيرجي أوريك نص ملعب يا كابتن اللي هو معاك كورة دوت دوت مركز ثمانية لعب عنده كورة كويسة جداً عيني حلوة دايماً في الباص شايف الملعب بشكل جيد الكورات التولية بتاعته اللونجبول اللي في ظهر الدفاع دايماً خطر يعني دي حالة في مطش طلاعي الجيش مسك الكورة كورة لونجبول في ظهر الدفاع طلاعي الجيش ضرب بها خط الدفاع لنادي المقصة هو دايماً عنده حل في اللونجبول سيرجي أوريك في نص الملعب دايماً عنده حل دايماً شايف الملعب دايماً هو اللي بيحرك الفريق بشكل جيد دي حالة في مطش طلاعي الجيش هيد لونجبول في ظهر الدفاع معنا حالة تانية جاب جون حلو في المصري اعتقد شوتين شوتين ينطق واحدة في برامتز وواحدة في المصري 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 هبتم استلموا كرة نص الملعب شايف دايما الملعب بشكل جيد بيطلع باللونجوبول بشكل هاي اللي هيطلع هنا باللونجوبول على الطرف الشمال لجوزيف ده مطش الدور الأول بتاع المصري لونجوبول ده أهم لعب في نص الملعب سيرجي إيرك والتزديد تزديد سيرجي إيرك نقطة مهمة جدا 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 في نادي المعصر سجل هدف إن كان هما مسجلين خمس أهداف في الدوري منهم هدفين لسيرجي إيرك تزديدات واحدة في المصري من 29 متر هيت تزديدة مباشرة شلي راحت شمال الجون هو مميز جدا في موضوع التصويب برجله بقدمه اليسرى وصوى في وضع متحرك يعني هو أغلب محاولاته هيا دي تزديدة مباشرة في مطش المصري هو واحدة زيها بالزبط في مطش بيرامدز بردو استلم الطرف الشمال هنا دي في مطش بيرامدز هو لعب جايب بيشوف بشكل هيل جدا المركز 8 على فكرة مميز جدا مقدم أداء جيد مع المقصة رغم أن المقصة مش مقدم بشكل عام كفريق أداء هجومي جيد ولكن سيرجي إيرك شكله حلو في الملعب فده أحد أهم من نقاط القوة لفريق المقصة لو جينا نشوف نقاط الضعف في فريق المقصة هنروح لأول حاجة عندهم الطرف اليمين هشام حافظ الباك اليمين هشام حافظ تمركزات ومش جيدة دايما وراء مساحة كبيرة هشام حافظ باك اليمين هشام حافظ الباك اليمين الباك الشمال عندهم علي فتحي والباك اليمين هشام حافظ الباك اليمين اللي هو موجود هنا دوت هشام حافظ متمركز غلط وراء الطرف بتاع طلع الجيش تلعبت الكرة هو وقفة هو اترفعت الكرة دايما ورام ساحل اللي استلم والتسلم فيها هيستلم الكرة هيكمل عليها تجي الكرة لازم ياخد 3-4 خطوات لورا بالزبط كده ورام ساحل هتلعب ويستلمها الجناح بالفعل وهيجب الكرة دي في العرضة أعتقد فهو هشام حافظ دايما ورام ساحل نقدر نستغلها اللي هيكون عليها أحمد عبدالقادر هيقدر يستغل المساحة دي بشكل جيد ومعنا حالة تانية واضحة فيها بشكل أكتر اهو يا كابتن هنا مثلا الفريق كان بيضغط من قدام اتلعبت الكرة طولية طولية لشام حافظ ورام ساحل دي مساحل هو دايما ورام ساحل تمام بعد كده اتلعبت الكرة في المساحة هوات ملحيش يرجع يغطي هو دايما متأخر فبيكون وراه مساحة جديدة إذن اللي هيلعب طرف شمال ياخد بال أحمد عبدالقادر أهو علشان الكرات العرضية كابتن برضو عندهم فيها مشكلة يعني هم استقبلوا جونيق تلت جوان من الخمسة اللي استقبلوهم من كرات عرضية ايو أو من السبعة تلت أهداف من السبعة من كرات عرضية ده في مطش المصري مطش المصري تمركز الفريق نفسه مش جايد الكرة دي جاد جون الكرة اترافعت تلعبت جاد في العرض تعمل على فولونج اللعب وقف في وسط ثلاثة أهوات في وسط اتنين برضو ولعبها وخدها هنا أحمد الشيخ كان وقف في وسط ثلاثة ونجح ان هو يسجل الكرة فهو ما عندهم مشكلة واضحة في الكرات العرضية معنا حالة كمان برضو الكرات العرضية في مطش فاركو أهوات ناخد بالنا من اللاعب دوت دوت أهوات اللي هو هم هنا متمركزين فيه تمانية من لعبة مصر المقصة على ستة من فاركو اترافقت الكورنر تمام سرق علي فتحي وخد المساحة تمركز الفريق نفسه غلط في الكرات السبتة وأعتقد دي نقطة قوة جيدة لأن النادي الأهلي في الفترة الأخيرة كان واضح جدا أن فيه أكثر من تاكتك يخص الكرات السبتة والكرات العرضية من الرقلات الروتنية فأعتقد دي هتبقى من النقاط الجيدة النادي الأهلي ممكن يستغلها تمام فهم الكرات العرضية عموما عندهم فيها مشاكل كرات العرضية ناحية اليمين دي نقطة سيرج إيريك مهم جدا في نصف الملعب لازم يكون مركزين معاه بيسدد بشكل جيد جدا بالإضافة أنه عنده دايما رؤية جيدة في الملعب بيلعب لونجوم والفضار دفعات هيل فأحنا لازم نأخذ من سيرج إيريك أحمد عمد قادر دوره مهم على حشام حافظ إن شاء الله لو لعب بإذن الله عنده فرصة كبيرة أنه يقدر يعمل مباراة كبيرة إن شاء الله قبل ما نخش على الأبرز لعبة المقصة يعني كرقمية ممكن نقول إحصائية لطبا كده تخص الهت وهدمة بين الأهلي ومصر المقصة في الدوري أو تقريبا اللعب مع وقت في الدوري بس ما فيش مباريات في الكاس نتكلم في 20 مواجهة ما بين الأهلي ومصر للمقصة النادي الأهلي قدر أنه يكسب 14 مباراة من العشرين وتعادلوا فيه أربع مباريات والمقصة قدر أنه يكسب فيه مباراتين النادي الأهلي يسجل نتكلم 39 هدف في العشرين مباراة واستقبل 16 هدف من مصر للمقصة طبعا الأرقام دي بس مجرد التاريخ النادي الأهلي طبعا الغلبة بتاعته أكبر ولكن بيحصل المفاجآت اللي بنتمنى أن هي ما تحصلش في المباريات اللي زيدي خصوان اللي بتبقى لازم مباريات المفترض أن دي تجميعة النقاط اللي هي حاجات اللي بتبقى في المتناول يمكن أحمد لما أتكلم عن إيرك لعب مصر المقصة كوسط ملعب اللي هو رقم 8 أن هو فعلا أبرز لعب موجود في مصر المقصة حاليا فريق اللي جاب خمس أهداف لو هنستعرض أرقامه إيرك اللي جايب منهم هدفين وصنع منهم هدف يعني هو مساهم في ثلاث أهداف من خمسة اللي المقصة جابهم على مدار الموسم في تسع مباريات فدي رقم مميز جدا بنتكلم أنه هو محاولاته على المرمى عمل 12 محاولة منهم خمسة مبين القائمين والعرضة فدي برضو نسبة جيدة جدا يعني هو الوقت حسن هو اللي شايل هو اللي بيلعب بس الوقت اللعيب خطير جدا وقدمه اليسرى قوية وحاعمل تمريرات حاسمة لزملاء ابنتكلم في ثلاث تمريرات التمريرات بتاعته الصحيحة 214 من 275 ده الإجمالي المراوغات النجاحة 15 المراوغة نجاحة من 18 فدي برضو نسبة جيدة جدا معنا كان ليه خريطة بتقول ازاي هو المحاولات بتاعته كلها كل محاولاته من برة الـ 18 زي ما احنا شايفين كده في الخريطة محاولات بوسة كابتن إسلام كلها من برة الـ 18 كلها تزداد له ده فين من تزدادات فده معناه ان لو ما فيش ضغط عليه هيبقى هو عنده فرصة دايما ان هو يشوت بقدمه اليسرى هنروح للعب تاني من لعبين المميزين وهو لعب موايز بس مدافع زي ما احمد اتكلم لهم عطول بيلعبوا اللونج بول او بيطلعوا بالكرة من خلف الامام بالكرة الطويلة احمد صباحة من المدافعين اللي بيمتلكوا الميزة دي في مصر المقصة وكمان هو لعب يعني بيكمل قدام لي حلول هجومية لانه جايب هدف من الخمس اهداف اللي مصر المقصة جابوهم من تسع مرات وجايب هدف ليه محاولات على المرمى ليه عشر محاولات على المرمى منه مربعة ما بين القائمين والعرضة خلق فرص لفريقه اتنين عمل تمريرات حاسمة اتنين التمريرات بتاعته بنتكلم في 196 تمريرة من 256 للتحامات الهوائية بتاعته نجح ان هو ياخد ست للتحامات الهوائية بنتكلم في 9 ملشاط استعاد الكرة 60 مرة كتوتل في 9 ملشاط ده معناه ان هو مش بيعمل فاولات كتير وبيعرف يستخلص الكرة وبيستعادها بشكل ناجح فقد الكرة تحت ضغط مرتين بس من عشر مرات وفقد فيهم الكرة في 9 مباريات فده برضو يقول لنا ان هو مدافع جيد نحاول نشوف ازاي هو بيعمل لو بيعمل خطورة هجومية احنا ما ندلوش دائما المهاجمين بتوعنادي احنا ما ندلوش الفرص دي عمل بنتكلم الاعتراضات الناجحة ان هو بياخد الكرة من غير ما يعمل اي فاولات 71 مرة فهو من اللاعبين والمدافعين المميزين في مصر المقصة فهم دول تقريبا ابرز من اللاعب في مصر المقصة نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يعني ينهي المباراة بشكل مبكر عشان ما نلجأش لأي ارقم المميزة تشكيل اقرب من اللاعب من نوجة نظرك ومن نوجة نظر ايمان التشكيل اقرب طبعا ما اعتقدش انه ممكن ان نبتدي محمد الشناوي اعتقد انه ممكن يسبت على لطفي حاس ان الموضوع ممكن يكون صعب شوعة على الشناوي تمام محمد الشناوي علي لطفي في حراسة المرمى اه علي لطفي في حراسة المرمى اه و ياسر ابراهيم وحمدي فتحي وجنبية رامي ربيعة علي معلول طبعا مش موجود فهيكون مكانه محمود وحيد ويكون في الطرف اليمين محمد هاني واثنين في نص الملعب قلو ديانج وعمر السلية واحمد عبدالقادر في الطرف عبدالقادر في الطرف الشمال وحسن الشحات في الطرف اليمين ومحمد شريف كمهاجم وحيد اتمنى ان محمود وحيد يا كابتن يكون ليه دور هجومي قوي مع الفريق في المطش ده دور مهم احمد عبدالقادر اما بيخش يلعب في الانسايد جوه ويلعب جوه بيكون اخطر احمد عبدالقادر عنده قدرة دايما في الواحد على واحد يكون خطير عنده قدرة دايما انه يخلق خطورة على المرمة فوجوده دايما قريب من السندوق قريب من شريف بيخلق خطورة شوفنا في مطش الهلال سجل هدف لوجوده كان دايما جنب شريف شوفنا برضو في مطش شوفنا في كذا في المطش اللي فيه برضو خطورته دايما قدام الهلال السوداني بتكون اكتر حاجة ممكنة لما بيخش جوه هكذا حسين الشحات في ظل ان نادي المقصة بيلعب بتلات مدافعين احنا محتاجين كثافة لان لو ما فيش كثافة في العمق النادي الاهل هيكون محتاج الأمور أصعب هل من الممكن يا عيمن ان هو يعني يريح بعض اللاعبين في ظل الكثافة المباريات خلال الاسبوعين اللي جايين يعني انا وجهة نظري ان هو يعني مضطر ان هو يعمل حاجة زي كده يمكن هو فقد علي معلول ان هو اصابة خفيفة ايمن اشرف محمد عبد المنعم فده هيددي بعض اللاعب ان يبقى في روتشن ولكن انا وجهة نظري يعني التشكيل ده اتمنى ان يبقى في واحد يعني الناس انا هختلف بس هشيل حمدي فتحي من نص ان يبقى علي لطفي هو برضو اللي لازم يعني يعني علي لطفي هو اللي لازم موجود مش عايزين محمد الشناوي نجاذب به حالان وعلي لطفي يعني بقدم مباريات جيدة في الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم كاثنين مساكين محمود وحيد ومحمد هاني في اليمين والشمال اللي في النص يبقى اثنين من الثلاثة ديانج والسولية او ديانج وحمدي فاتحي واعتقد الأفضل ان السولية هو اللي يرتاح يلعب ديانج وحمدي فاتحي ويبقى في دور لمجدي أفشا ان هو يلعب بتاعة السولية حسين الشحات يعني اعتقد دوره ممكن يبقى أفضل من طهر في المباراة دي وكمان ريح طهر مجهز حسين الشحات لموتش سنداونز أحمد عبد القادر طبعا يبقى موجود في الطرف الأيسر وفي الهجوم محمد شريف فأعتقد ان الأفضل يعني طبعا مسلماني هو اللي هيشوف الأنسب النزول لكن الأفضل نرجع لأربعة اثنين ثلاثة واحد احنا بنتكلم بالتشكيل بالشكل اللي بس يدي مساحة عمر السولية أو حمدي فتحي أو ألي ديونج واحد منهم يريع حد كمان بالزبط من وسط المعنى انت هتحتاجه خلال الفترة اللي جاي عموما يا رب كل التوفير لنادي الألي في مباراته بكرة إن شاء الله